عندي الجدول ده موجود فيه أرقام البيرشز أوردرز وكمان اسم العميل والفاليو المتعلقة أو القيمة المتعلقة بكل بيرشز أوردر عايز أعمل عماية بحث ولكن باسمين أو اتنين من العملة العميل الأول أحمد والعميل الثاني خالد هعمل مقارنة ما بين الاسمين دول واللستة اللي عندي اللي موجود فيها أسامي العملاء داخل الجدول وبعد كده محتاج أعد عاد الأوردرات اللي جات لأتنين مع بعض وكمان إجمالي القيمة المتعلقة باللتنين مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنشوف إزاي ممكن نعمل بحث بأكتر من عميل داخل جدول أوامر الشرع أو البيرشز أوردر ولكن بالطريقة التقليدية لو أنا ما عنديش أوفيس 365 أو باستخدام الديناميك ري لو أنا عندي أوفيس 365 الحقيقة أنا مش كتير بعمل فيديوهات مرتبطة بمعادلات الإكسل أو الدوار الإكسل ولكن ده سؤال جالي من أحد المتابعين الأفاضل وبصراحة حبيت أعمل فيديو عشان أشارك معاكو الطريقة اللي بنجاوب بها السؤال على صديقنا العزيز هنشوف النهاردة إزاي نحل المشكلة كنا نحن في الأول بثلاث طرق أول طريقتين هي طرق تقليدية والطريقة التالتة باستخدام الديناميك ري أول طريقة هستخدم معادلات الصفيف أو بيسموها الاري فانكشن وهستخدم معادلة بسيطة جدا ما هي إلا معادلة سم العادية خالص كنا عارفينها هستخدمها عشان مرة أعمل بيها كونت ومرة أعمل بيها جمع أو سم كمان هنشوف إزاي بشتغل بشكل مختلف عن طريق زرائر كنترول وشفت وإنتر مع بعض الطريقة التانية بارو طريقة تقليدية ولكن باستخدام دالة معروفة جدا اسمها سام برودكت وهنشوف إزاي ممكن يطلع منها حاجات أكتر من الحاجات العادية اللي انت ممكن تكون متخيل إن هي بتعملها لك والطريقة التالتة باستخدام دالة فلتر بس لو انت عندك أوفيس 365 في الأكسل شيت على الشمال الجدول اللي فيه البيانات أو أوامر البيع وأسامي العملة والقيمة وأنا محولي تابل فورمات فلو اخترت أي سال جواه هتلاقي عندك فيه تابل ديزاين لو روحت عندها هتلاقي اسمه أوردرز كمان أنا هنا عملت داتا فاليديشن يعني عملت دروب داون مينيو أختار منها اسم اتنين أو اسمين من أسامي العملة وهنا خد بالك أنا عملت الليستة اللي فيها أسامي العملة اللي استخدمتها داخل داتا فاليديشن على الشمال هنا هنبص على الأولد سكول باستخدام سم و سم بروكت طريقة تقليدية وعلى يمين هنشوف باستخدام الدراميك أري و هنشوف باستخدام معادلة فلتر مرة معها سم و مرة معها كاونت قبل ما نبدأ تعالي نعمل تست بسيط خد بالك أنا شغال على أوفيس 365 ولكن نفترض أنا ما عنديش أوفيس 365 فتعالي نجرب مع بعض إزاي ممكن أعمل مقارنة ما بين الاسم الأول والليستة اللي موجودة هنا اللي فيها أسامي العملة هعمل equal واختار الجي فور وبعدين أعمل equal تاني واختار حضرتك الليستة بالكامل لو أنا بشتغل في أوفيس 365 ممكن أدوس enter و هيحصل اسبيل للأري بالكامل يعني معنا كده الإجابة هتكون جاية بطول الجدول الواحد وعشرين لين كلهم لكن أنا هفترض أن ما عنديش يبقى هعمل إيه هستخدم معادلات الديناميك أري أو معادلات الصفيف كما يقولون فأدوس وأنا جوه الإدت مود حدوس على shift و control ومعها enter طيب إيه اللي حصل؟ إداني true طيب ليه إداني true؟ لأن أنت بتقارن أول لين بس أنا عندي أحمد وأول لين عندي موجود في أحمد أول اسم في الجدول اللي هو أحمد فكتب لي true خد بالك من حاجة تانية لو دخلت على formula bar هتلاقي أن برا المعادلة كده بقى فيه اتنين curly bracket دول مش أنا اللي عملهم عشان يقول لك المعدلة المكتوبة هنا اشتغب بطريقة الصفيف أو بطريقة القرية طيب إفرل بقى أنا عايز أعمل هذا بطول الجدول كله مفيش مشكلة هختار العمود بالكامل العاد بالكامل الواحد وعشرين لاين وهرجع تاني على الثاني خد بالك الاختف سال هي أول سال لان بدأت منها ههو فهتفضل موجودة بالأبيض ده كله بقى رمادي معادة أول واحدة بالأبيض هخوش جول فون الابورة عشان أبقى في الادة مود بتاعها وبعد دوس control و shift و enter مرة كمان الداني الليستة بالكامل هدي عندك true في أول واحدة بعد كده عندي حبة false 9 الداني true تاني لانك هتلاقي اللاين التاسع برضو موجود هنا أحمد خد بالك كل اللاينز بقى فيها curly bracket وخد بالك لو حاولت تمسح واحدة فيهم هيتديك error message لانك متقدرش تمسح لان دول مرتبطين ببعض لو حبيت تمسحهم مريد تمسحهم كلهم بالكامل طيب بتاع نعمل كده مع خالد فهعمل equal وهختار برضو خالد و equal مرة تانية وبعد كده هختار بالكامل العمود بالكامل و control و shift و enter عايز أمشيها لغاية الآخر خالص هختار الكلام كله واروح على أول cell control و shift و enter مع بعض فبقى عندك لستة من true وال false لما بيلاقي الاسم بيديك true لما بيلاقيش الاسم بيديك false طب ده هيفيدني في ايه أنا محتاج أعد عدد الناس مش محتاج أعرف true ولا false بسيطة جدا true وال false بيفهمهم زي zero والواحد يعني كل true تساوي واحد وكل false بتساوي zero طب ازاي يشوف zero والواحد دول لو دخلت true وال false جوا أي عملية حسابية هيدي لك النتيجة بتاعة zero والواحد طب جرب كده في الكلام التالت اللي عندي هنا جرب أجمعهم على بعض يعني هجمع true زائد الفولس هيدك ايه هيدك واحد ليه true بواحد false بزيرو فإدلك واحد طب تعالي ناخد المعادل دير حد الآخر وتعالي نشوف ايه اللي حصل true مع false إدلك واحد false مع true إدلك واحد false مع false إدلك زيرو بجمع زيرو على زيرو و نفس الكلام هنا يبقى هنا طالع عندي ايه false مع true إدلك واحد وبقى كاش ويات زيروهات وبقى كاش ويات وحايد ولو جمعت التوتل في الآخر خالص هيدي لك رقم سبعة ورقم سبعة ده هو الكاونت اللي انت محتاجه طب تعالي نجرب نعمل الكلام ده داخل معادلة واحدة بدل ما اعمل كل الهيسة دي انا كل ده بس عشان اشرح لك الموضوع بيمشي ازاي فتعالي اعملها مع بعض وانا واقف هنا حابدا احط الكلام ده جوا معادلة سام فحابدا اكتب سام عايز اعمل اول مقارنة هفتح قوس عشان اعمل مقارنة الاولية هاختار احمد وادوس equal واختار الليستة بالكامل وبعد كده اقفر القوس بتاع المقارنة الاولى وبعد كده اعمل عملية جمع زي ما عملنا بالزبط هنا عايز اعمل عملية جمع للليستة دي للترو الفولس خد بالك النتيجة اللي تطلع من هنا ما هي الا لستة من الترو الفولس بص كلا واخترتها ودست معي على F9 هتلاقي النتيجة اللي طلع من المعادلة دي مجموعة من الترو الفولس نفس بالزبط اللي حصل هنا ولكن جوا معادلة واحدة كنترول زد عشان اعمل undo وبعد كده هارجع افتح قوس تاني واختار خالد المرة دي وادوس equal واختار الليستة تاني بالكامل كلها وبعد كده اقفر القوس بتاع المقارنة التانية وبعد كده اقفر القوس بتاع sum وزي ما تعلمنا مع بعض اعمل ctrl و shift و enter ادي لك رقم سبعة ولو بسيت على formula bar زي ما انت شايف كده بالزبط هتلاقي الاثنين curly bracket اللي موجودين برا طيب كويس قوي عملنا ال count ازاي استخدم نفس اللوجك ده وبرضه بمعادلة sum علشان اجيب الاجمالي مش العدد انا هنا جماعت الزيروز والونز فادوني العدد لا انا عايز كمان الاجمالي طيب كويس قوي انا هنا عندي لستة الزيرو والون وعندي هنا لستة ال value لاتنين قصد بعض بالزبط الواحد قصد احمد مية خمسة وتلاتين والواحد التانية قصد خالد مية وعشرين يعني انا عايز بس كل اللي عمله ان انا بدلالة الواحد والزيرو دي اجيب الرقم المكافئ لي من اللستة دي وبعد كده اجمعهم طيب اعمل كده ازاي تعال نجرب برضه على جنب كده ونشوفها تشتغل ونشوفها تشتغل ونشتغل فهعمل equal واروح اختار واحد وبعدين اعمل عملية ضرب واختار المية خمسة وتلاتين وادوس enter وبعد كده هنزل لغاية اخر الجدوة الخالص control d عشان اعمل copy وalt equal علشان يعمل لي عملية الجمع 957 طب ازاي لو بيدرب واحد في الرقم بيديك الرقم لو بيدرب صفر في الرقم بيديك صفر وجماعة اللستة بالكامل هيديلك ال value او اجمالي ال value اللي انت محتاجه بالزبط نفس الكلام ده بالزبط هعمله ولكن جوة معادلة واحدة بس وعشان اعمل كده هخوش جوة formula bar وانا مختار المعادلة اللي عملناها عشان نجيب count control c هبدأ منها وعدل فيها بسيط هروح السلطة تحتها control v وتعال نخوش جوة بقى انا عايز اول لستة دي اروح اضربها في مين؟ اضربها في لستة الفاليو فانا بالراحة كده بعد اول مقارنة خارج القوس هعمل عملية ضرب واختار لستة الفاليو بالكامل وبعد كده اروح في الاخر وبعد عملية المقارنة التانية وخارج القوس برضه عملية ضرب اخرى وحضرب برضه في الفاليو وبعد كده control و shift و enter الف مبروك 957 نفس الرقم بالزبط ولكن داخل معادلة واحدة يبقى قدرت عن طريق معادلة sum بس مرة اجيب count ومرة اجيب المجموع طب هل في طريقة اسهل من كده لو انا ما عنديش office 65 ايوا في طريقة اسهل من كده باستخدام sum product طبعا sum product لازمتها انها بتضرب لستتين في بعض بتجيب لستة طبعا لازم يكون نفس العدد الروز عدد السطور وبعد عملية الضرب بتعمل عملية جمع بتجمع حاصل الضرب اللي حصل عشان كده اسمها sum واسمها product sum طبعا يعني جمع و product يعني ضرب فهي function بتعمل لتنين مع بعض طب تعال ازاي نجيب منها عملية count انا نفس اللي عملته هنا بالزبط كل اللي عايز اعمله ان انا اعمل داخلها مقارنتين وبعد المقارنتين دول هي هتجمع بشكل تلقائي فتعالا نجرب كده مع بعض هكتب equal وابدأ اكتب sum وبعد كده product وبعد كده عايز اعمل نفس المقارنة بالزبط انا عايز احمد الاول يبقى هفتح قوس واختار احمد وبعدين equal واختار الليستة بالكامل اللي فيها clients وبعد كده اقفل القوس خد بالك انا عايز احمد او خالد طالما قلت احمد او خالد يبقى نفس اللي عملناه بالزبط هعمل عملية جمع يبقى هنا هعمل عملية الجمع تاني وبعد كده افتح القوس واختار المرة دي خالد وادوس equal واختار نفس الليستة برضو بالزبط وبعدين اقفل القوس وبعد كده ارجع اقفل القوس مرة كمان بتاع sum product وادوس enter هيدي لك نفس الحكاية 7 ولكن الفرق بينها بين sum انك الحالة دي مش محتاج control shift enter دي بقت معادلة عادية مش معادلات صفيف هي متبرمجة بحيث ان هي بتقدر تعمل عملية الضرب لمصففتين او لاثنين اري فبتشتغل عطول بتعمل على enter من غير control shift enter وبتشتغل معاك طبيعي جدا طيب ازاي بقى اخلي القصة دي كلها تطلعلي مش بس الكاونت لا هي كمان عايز اتطلعلي الجمع بتاع الفاليوز طيب عايزك تخش جوا sum product وتختار الحتة اللي عملناها دي كلها كده مع بعض وتدوس F9 عشان تشوف النتيجة النهائية بتاعتها عاملة ازاي هتلاقي بالزبط zero's one's نفس zero's one اللي كان طالع هنا طيب احنا قلنا sum product بتعمل عملية جمع يعني ايه عشان اسمها sum product عملية جمع انا امتديله اخد بالك كده عشان الاقواس انا اعملها كياني امتديله قرية واحدة زي معك شايف كده اللي هي عبارة عن zero one دي لو اديت له كمان مصفوفة تانية بعدها هيدربهم في بعض بشكل تلقائي يبقى هعفل اخر وبعدين المرات يبقى هعمل كومة وبعدين اختار list the values وبعد كده ادوس enter مش بحتاج control shift enter يبقى هيديني المرات دي اداني الجمع اخد بالك انا عدلت الاصلية بتاعت الكاونت مفيش مشكلة ممكن اخدها هي 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 control c واحطها تحت control v وبعدين اطلع فوق واشيل بس الحتة اللي في الاخر هي نفس الحوار بالزبط ولكن من غير الجزء الاخير اللي موجود فيه الاري بتاعت الفاريوز يبقى كده باستخدام معادات الصفيف او الاري لازم استخدم control shift enter وانا بعمل عملية calculation لو ما استخدمتها هيدينيك نتيجة خاطئة خد بالك ولو انا مش عايز اعمل control shift enter او انا موضوع ده بالنسباني مش مريح يبقى ممكن استخدم sum product وحتجيب لي عملية الجمع وعملية count اتنين هيشتغلوا معاك بشكل هيل جدا ولكن هتوجدك مشكلة صغيرة لو جربت هنا بدل ما انت عندك احمد وخالد تختار مثلا احمد بس فهعمل delete line ده مفيش مشكلة عد احمد اربع مرات مفيش مشاكل خالص طب لو اخترت تحت احمد تاني ايه اللي هيحصل بقى duplication هيحسبها لك مرتين فانت لازم تبقى be aware ان انت لو اخترت الاسم مرتين هيحسبه لك مرتين وهيجمعه لك مرتين ولكن لو استخدمت dynamic array واستخدمت function بتاعت filter مش هيحصل معاك الموضوع ده تعال نرجع تاني على الوضع بتاع خالد اللي هما السبع الاجمالية طبعا لو غيرت واخترت اي حاجة تانية هتلاقي الدنيا شغالة بشكل صحيح جدا ادي هو شاكر مع صابر اجماليهم خمسة والصن بيتغير تعال بقى نشوف اخر حتة لو انا عندي office 365 موضوع مختلف شوية هستخدم الـ function اسمها filter واخدناها كذا مرة وهتلاقي دلوقتي link فوق الشاشة في شرح لمعدة filter من الاول خالص لكن تعال نجرب هادوس equal وابدأ active filter وعندك بعد كده عايز منك ال array ال array اللي عايزة عملاها filter في الحالة بتاعتي انا عايز اعمل filter على مين let's say اعمل filter على value ليه ال value ممكن مرة اعدها ومرة تانية اجمعها فممكن اعمل filter على value هاختار بس ال value طيب لما اعمل كاما هينقلني على الجزء التاني من المعادلة او الطلب التاني في المعادلة وهو include include ده من الاخر الكريتيريا اللي حامل بيه عملاها filter طيب ايه الكريتيريا انا عايز والله برضو اتنين كريتيريا فممكن برضو افتح اقواس اسهل حافتح قوس وقول له انا عايزك تقارن شاكر equal باللستة دي واقفل القوس ونفس الحكاية اعمل عمية جمع عايزك تقارن صابر باللستة نفسها باللستة الاسامي وبعد كده حاقفل ال function بتاعة filter وادوس enter ونشوف ايه اللي هيحصل حيديني filter للارقام او الاعداد اللي موجود خباك لو جمعتهم نفس الرقم ده لو جمعتهم برضو خمسة فاديني ال values نفسها ما عدهاش ولا جماعة هاديني ال values نفسها طبعا عندي ال values موجودة في function واحدة طبعا لو انا عايز بقى اعدهم هاي قبل function filter واستخدم function count موضوع بسيط جدا count العادية خالص وقفل قوس بعد كده وادوس enter ادالك خمسة نفس الفونكشن بالزبط ctrl c وهنزل تحت وبدل count اللي انا عملها دي هبدلها بايه بسام سام العادية خالص وادوس enter يبقى مرة هنا عملت filter وعديت ومرة التانية عملت filter وعملت عملية جمع يبقى احنا شفنا ال old school او الطريقة التقليدية اقدر عمل القصة دي طب تعالى بقى نجرب موضوع التكرار هل هيحصل هنا؟ تعالى نختار هنا شاكر فوق وتحت هنا في duplication وهنا ماشية كويس جدا موضوع الفلتر ده بيراعي كويس قوي انه مايبقاش فيه تكرار ولكن مشتغلتش بالشكل المظبوط او الطبيعي في حالة ان انا كررت بالطريقة التقليدية طب هل ملاقاش حل؟ لا طبعا ليه حل لو انت متوقع ان اللي هيختار هيختار الاسم مرتين ممكن تستخدم function زي if علشان لما يكون مختار اتنين زي بعض يشتغل بطريقة ولما يكون مختار اتنين مختلفين يشتغل بطريقة تانية فليها برضو حل ممكن تعمله ولكن مش هنطرق ليه في الوقت الحالي اتمنى يكون فيديو مفيد ولو عايز ترجع لي السلسلة الكاملة بتاعتدامك قريب هتلاقي اللينك بتاعها موجود دلوقتي شكرا جدا لوقتكو ولعجب الفيديو لو سمحت اعمل لايك واشتراك في القناة وسيب لي تعليق واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته